سؤال العاشر ما هي الهوريزانتال فوس P القوة الأفقية اللي يريد مني أن نحسبها التي يجب على هذا العامل أن يسلطها إذا هذا العامل نشوف إلا أنه يجر الحبل فهو لما يجره يسلط قوة أفقية نحو اليسار هذه القوة اسمها P هو يريد مني أن نحسب هذه القوة إذا هو يسلطها على الروب الحبل هذا حتى يصبح موضع الكريت الصندوق اللي وزنه 50 كيلوغرام مباشرة على الترايل اللي هي المقطورة أو العربة هذي اللي يدخلي على الصندوق فهو يريد يسحبها نحو اليسار بهالشكل هذا حتى يقعد هذا الصندوق على هذه العربة إذا أنا راح أخذ الفري بادي دايجرام للصندوق بالنسبة لهذا الصندوق كم قوة مؤثرة عليه أول شي عندي قوة P نحو اليسار واللي هو طالب إني بالسؤال أنه أحسبه هذه قوة يسلطها هذا الووكر وهذا الصندوق إلى وزن أيضاً 50 كيلوغرام في 9.81 فالوزن قوة الأسفل بالإضافة إلى هذا عندي Tension T يعني هذا الصندوق توجد قوة ترفعه إلى الأعلى اللي هي قوة Tension T لكن الخطأ أنه ناخد هذه القوة بشكل عمودي لأن هذا الشخص راح يسحب الصندوق إلى هذه المسافة تقريباً يوصل لهذا الموضع بالضبط لما نوصل لهذا الموضع أنا أخذ له فمعناها لما نوصل بهذا الموضع هذه النقطة هذه مسافة هي واحد نخليها نفسه وقوة الأسفل W وقوة إلى اليسار P تبقى عندي Tension T راح يكون على شكل وتر يعني يكون بشكل مائل بهالصورة هذه لأنه هو الووكر لما نسحب هذا الرب الحبل فصار هذا التنش بشكل مائل بهالصورة هذه حتى أنه الطول هو مطيني طول عمودي اللي هو طول الرب أربعة متر لما يجر الووكر يصير عندي هذه الأربعة متر يصير على شكل وتر فإذا بالنسبة للأطوال فأربعة متر وتر وواحد متر اللي هي هذه مسافة ومثلث قائم الزاوية لأنه أنا أخذ هذه قاعدة قائمة وهذا وتر قوة الأسفل W قوة P إلى اليسار والTension T قوة تكون بهذا الشكل يريد مني أن نحسب الP أولا شي هذا المثلث ممكن أن نعيد ترتيب هذه القوة عندي قوة بهذا الشكل اللي هي قوة T T أو قوة نسميها R أي اسم كان اللي هي بالوتر هذه قوة وقوة الأسفل اللي هي قوة W وزن خمسين في تسعة وثمانية واحد أو بالباون تعادل ألف قوة الأسفل وقوة إلى اليسار مقدارها P فهنانا راح نستفاد من المثلث القائم الزاوية هذا هنا أنا عندي قوة معلومة اللي هي خمسين في تسعة وثمانية واحد قوة عمودية الأسفل وأنا أريد القوة اللي بالأكس لو أخذ هذه الثيتة على سبيل المثال فهذا وتر وهذا مقابل وهذا مجاور فالتان ثيتة تساوي مقابل على المجاور الP اللي أنا أريده على الخمسين في تسعة وثمانية واحد فمعناها الP يساوي خمسين في تسعة وثمانية واحد في تان ثيتة إذن لازم أحسب تان ثيتة لو أعوف هذا المثلث مع القوة وأرجع على المثلث مع الأطوال أطلاع ممكن أحسب منه تان ثيتة وأرجع مرة ثانية أو ضحنا لأنه أنا لازم أفصل ما بين أطوال الأطلاع وما بين القوة فبالأطوال الأطلاع عندي هذا أربع متر وهذا واحد متر إذن أنا أريد التان ثيتة لكن الثيتة اللي أريدها هي الثيتة اللي فوق هذه الثيتة ما أحتاجها فهذه الثيتة الفو تان مالتها هو مقابل على المجاور هذا فالواحد على هذا الجذر اللي هو أربعة تربية ناقص واحد تربية فإذن تان ثيتة هو واحد على جذر أربعة تربية ناقص واحد تربية واللي هو يساوي 0.258 هذا مقدار التان ثيتة أرجع عوضة هنا بالتان ثيتة حتى أستخرج قيمة الP اللي هي 126.6 نيوتن